اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تمكين المرأة عالميا وأكدت خلال مؤتمر صحفي التزام البحرين إذا أتبني وتنفيذ برامج الأمم المتحدة للمرأة بما يوكف تحقيق الأهداف الانمائية السبعة عشر للأمم المتحدة وخصت بالذكر الهدف الخامس الذي يأتي في سياقه ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود تهدف إلى دمج احتياجات المرأة في الموازنة العامة للدولة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرصة من جانبها أثنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهود البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في دعم المرأة البحرينية معربة عن أملها في أن يعزز افتتاح المكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من التعاون المشترك في مختلف القضايا نحن اليوم فخورين بافتتاح فرعن للمكتب التمثيلي للأمم المتحدة للمرأة في المملكة واليوم بافتتاح هذا المكتب الرسمي سوف نفعل عملنا وبرامجنا التي تدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وسوف نركز على أجندة التمييز بين الرجل والمرأة والعنف ضد المرأة لقد أطلقنا الحملة العالمية لمدة 16 يوما في جميع الدول والبحرين من الدول الداعمة لهذه الحملة لمكافحة العنف ضد المرأة مملكة البحرين حظيت على الكثير من الانجازات هذا العام حيث أنها حصلت على عضوية المكتب التنفيذي تابع لهيئة الممتحدة للعامين 2017 إلى 2019 وعيضا على عضوية لجنة وضع المرأة لأربعة سنوات ما بين 2017 إلى 2021 وأهم جاز للمرأة البحرينية هو انطلاق طبعا جائزة صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بتبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة حيث أن جاءت هذه الجائزة بعد عشر سنوات من الجازة على المستوى المحلي اليوم في الحقيقة يوم تاريخي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لأنها تفتح المكتب البرامجي الأول في دول الخليج هنا في البحرين وهو مكتب لن يعمل فقط معه ومن أجل المرأة والفتاة البحرينية ولكن أيضا لنأخذ تجربة البحرين إلى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر